بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا حياكم الله وأهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب وبناتي الطالبات في التربية الفكرية للمرحلة المتوسطة للصف الثالث المتوسط لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى استكمالا في حفظ صورة الأعلى ولكن أيها الأبطال قبل أن نبدأ في درسنا الجديد دعونا نستمع سويا إلى تعليمات الدرس فنقول في تعليمات الدرس نرجو من الأسرة الكريمة تهيئة الجو المناسب وإحضار الكتاب والأدوات اللازمة للطالب والطالبة والاستعداد الجيد للدرس نستمع إلى آداب الدراسة عن بعد أولا الجلوس في مكان مناسب ومهيئ للدراسة ثانيا متابعة الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص للحصة وثالثا إحضار الأدوات اللازمة من الكتاب ومن القلم القابل للمسح والآن يا أبطال دعونا نتعرف على الأهداف الهدف العام تلاوة وحفظ صورة الأعلى أما الأهداف الخاصة فأولا أن يستمع الطالب وأن تستمع الطالب إلى آيات صورة الأعلى ثانيا أن يردد الطالب وتردد الطالب آيات صورة الأعلى صورة الأعلى مع المعلم ثالثا أن يتعرف الطالب وتتعرف الطالب على معاني آيات صورة الأعلى رابعا أن يشير الطالب وتشير الطالب إلى آيات صورة الأعلى خامسا أن يتلو الطالب وأن تتلو الطالب آيات صورة الأعلى وسادسا أن يحفظ الطالب وأن تحفظ الطالب آيات صورة الأعلى وبعد أن تعرفنا على الأهداف أيها الأبطال الآن نأتي ونتذكر سبب نزول صورة الأعلى ما هو سبب نزول صورة الأعلى قلنا أن سبب نزول صورة الأعلى هي أو أنها نزلت لتثبيت وطمأنت قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن ينسى القرآن الكريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعجل في حفظ القرآن الكريم خشية أن ينساه فجاءت صورة الأعلى بمثابة البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن ينسى القرآن الكريم والآن يا أبطال بعد أن تذكرنا سبب النزول نأتي الآن إلى مراجعة ما سبق حفظه في صورة الأعلى وسبق أن حفظنا من الآية الأولى وحتى الآية الثالثة عشر سأقرأ هذه الآيات وأنتم أيها الرائعون والرائعات كرروا ورددوا معي بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا أحسنتم يا أبطال وبارك الله فيكم الآن يا أبطال سنأخذ ترسنا الجديد في حفظ صورة الأعلى من الآية الرابعة عشر وحتى الآية السادسة عشر بإذن الله تعالى سأقرأ هذه الآيات وأنتم يا أبطال كرروا ورددوا معي بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح ما تزكى قد أفلح ما تزكى قد أفلح ما تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا بارك الله فيكم أبنائي وبناتي المطلوب منكم في هذا الدرس أن تكرروا هذه الآيات وترددوها في المنزل بشكل مستمر حتى تحفظوها وتتقنوها وترسخ في أذهانكم بإذن الله تعالى والآن نتعرف يا أبطال على معاني الكلمات قال سبحانه قد أفلح من تزكى يعني قد فاز من طهر نفسه من الأخلاق السيئة وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم الله فوحده ودعاه وأقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله بل تؤثرون الحياة الدنيا أي إنكم أيها الناس تفضلون زينة الحياة الدنيا على نعيم الآخرة والآن يا أبطال دعونا ننتقل سويا إلى هذه الوسيلة وأريد منكم مساعدتي في الوصول إلى الجواب الصحيح قوله سبحانه قد أفلح من تزكى قد أفلح تعني ماذا قد فاز أو قد خسر قد أفلح يعني قد فاز أو قد خسر ما هي البطاقة الصحيحة البطاقة الحمراء أو البطاقة الزرقاء ما رأيكم يا أبطال الصحيح أحسنتم هي البطاقة الحمراء قد أفلح يعني قد فاز قد فاز من تزكى أحسنتم وبارك الله فيكم الآن نعود يا أبطال وننتقل إلى النشاط الرابع وهنا في هذا النشاط نريد أن نصل بين العمود الأول هذا العمود الأول وما يناسبه من العمود الثاني في العمود الأول مع الآيات وفي العمود الثاني معاني الكلمات قوله سبحانه سبح اسم ربك الأعلى هل معناها نزه اسم ربك عن الشريك والنقائص تنزيها يليق بعظمته سبحانه أو معناها الذي خلق المخلوقات فأتقن خلقها وأحسنها هذه البطاقة الأولى وهذه البطاقة الثانية معنى الآية سبح اسم ربك الأعلى أحسنتم هو ما في البطاقة الأولى يعني نزه اسم ربك عن الشريك والنقائص الذي خلق فسوى معناها يعني أحسنتم الذي خلق المخلوقات فأتقن خلقها وأحسنها سبحانه وتعالى إذن أيها الأبطال أيها الرائعون والرائعات أشكر لكم هذه المشاركات الرائعة والجميلة وقبل الختام إخواني وأخواتي أولياء الأمور أتمنى منكم الاطلاع على هذه التوصيات الموجهة إليكم والعمل بما فيها من تعليمات وتوجهات شكرا لكم إخواني وأخواتي شكرا لكم أبنائي وبناتي نلتقيكم على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم